خلونا نبلش القراءة قبل ما بلش القراءة اذا انتم ما مشتركين بالقناة اشتركوا وسووا لايك اذا عجبكم الفيديو وتركوا لي ارائكم بخانة التعليقات بداية برج الحمل نبلش بطاقتك العامة خلال هذه الفترة برج الحمل هاي الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية على الاغلب اشوف طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية بالفترة الحالية برج الحمل اشوف انه انت ممكن تكون منعزل يعني منغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب احباطات مريت بيها بالماضي انت مثل ما قلت لك هنا انت منعزل انت بطاقة الهرمت طالع انت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن او حتى تراجع علاقة انت مريت بيها بالسابق عندك نوعا ما زعل اشوف انه ممكن او راح نوضحها اكثر بالقراءة العاطفية بس بداية يعني اكو عندك زعل من شخص هذا شخص اشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول انه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة بس قاعد اشوف انه انت غالق علي تقريبا كل الطرق ومرا يتنطي فرصة ثانية ومنعزل عنا تماما لان اكو زعل صاير بيناتكم زعل كبير اما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك اكو شخص هنا دا يحس شعور انه هو بالخسارة بالفقدان عدم استقبل نفس هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية بباله مسيطرة علي خلال الفترة سابقة وهذا الشي خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية بباله او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك هذا الشي خلاه يخسرك تماما هو دا يحس باحساس الفقدان الاحتياج العاطفي نفس الوقت قاعد اشوف انه كانت عنده شكوك بباله او مشاكل او ممكن حتى يكون وضع مقيد هذا الشخص بس الفترة الحالية قاعد اشوف عنده تحرر اتحرر من افكار سلبية اتحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفس الفترة السابقة وحاليا بلش يحس بخسارتك هو ندمان دا يحس انه هو فقد شيء يعني شون اقولك انت ممكنت شيء بسيط بحياته هو اكتشف هذا الشيء متأخر بعد ما انت انسحبت من العلاقة وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتدار من عنده بالفترة الحالية هاي جينا على طاقتك العام حاليا خلي نبلش القراءة على الصعيد العملي اشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد الماضي اكو عندك امور هواية معلقة واقفة بمكانها ما قاعد تتحرك تتحس انه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بلعك اسئلة الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم اشوف ممكن انه انت شنت منتظر او حاليا انت منتظر تواصل يخص امور معرقلة صار لها فترة طويلة اكو عندك اما خبر منتظر او شغل متعرقل صار لها فترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك واكو تأخيرات واحباطات مؤثرة عليك هاي الفترة اشوف ممكن انه خلال الاسبوع الثاني من الشهر السادس يعني هذا الشهر اللي احنا به اكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي ايضا البعض من عندكم اشوف انه ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها اكو بها طرف متلاعب نوعا ما اكو تلاعب شوية احس اكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه او ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي انت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر ولا شون ما نقول يعني شارح لك انه العمل وين قاعد يتقدم هاي الناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فاشوف اكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني ان شاء الله او حتى من الاسبوع الثاني راح تبلش الامور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج او منتظر خبر من شخص بالخارج اشوف ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني او حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر اكو اخبار راح توصلك تخص عملك للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل للعراق او انه حتى مو شرط العراق سواء كنا سنتها باي دولة بدا اشوف اكو تأخيرات على صعيد عملي منتظر خبر من شخص صنف خارج الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني هسا انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي اشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا اسبوعين او شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة اشوف انه انت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين او منطقة الرأس بصورة عامة جبين واعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام والبعض الثاني اشوف انه التفكير والحالة النفسية اللي انت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي وبصورة كبيرة خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل او مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي دنمر بها الامور كلها متعرقلة فاشوف وهذا التعب النفسي قاعد يترجم وبصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا هوايا قاعد تفكر بهاي الفترة فهذا الشيء مخليك ممكن اول اسبوعين راح تعاني من الام بالرأس سواء كان صداع او حتى الام تخص منطقة العينين وبصورة عامة عموما ما اشوف انه اكو وضعي خوف ان شاء الله تعدي على خير ممكن انت تراجع تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب اذا كانت عندك مشاكل بالاماكن اللي قلتلك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الاوضاع العائلية قاعد اشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة اربع شهور او تلف شهور نقول اربع شهور بصورة عامة اكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير خاصة الناس اللي متزوجين اشوفوا عندهم مشاكل صار لهم فترة اربع شهور اكو نوع من الاحباط اكو شخص زعلان من عندك او انت حتى زعلان منه لان اكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فاشوف اكو مصالحات اشوف الامور راح ترجع الدور لصالحة هنا طلعت الويل اوف فورتشن بالاوراق بالاوراق العامة وايضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة فعجلة تلحظ قاعدة دور وياك خلال هاي الفترة اكو صلح اكو امور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر ان شاء الله اكو امور هواية راح تبلش تتحرك عجلة تلحظ وياك يعني اكو مثل منقول يد من السماء ممتدة الى بحاليا تساعدك وتسهل عليك امورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل او حتى بينهم زعل انفصال اشوف الامور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بيكم والناس اللي عندها زعل او مشاكل بالبيت اشوف اكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبليها فترة صلح ايضا اما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا تسعين بالمية من اللي دايشوفون البرج حاليا هم دايشوفوه على مدة الصعيد العاطفي اذا تحبون اسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج كتبولي بخانة التعليقات واذا شفت ان انتوا رايدين هذا الشي راح ابدي انزل لكم الابراج بس على الصعيد العاطفي فقط لان اكو ناس ميهمها الصعيد العملي اللي يهمها كلها هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل اشوفك يا برج الحمل انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما انه انت ما مهتم انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس انت بداخلك منهار تماما يعني انت اللي يشوفك من برا يحس انه انت انسان ما مهتم ما عندك اي مشاكل الوضع اللي انت به حاليا مهامك او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف انه انت ما مهتم وبعده ما ماثر عليك او حتى الزعل اللي بينكم ما ماثر عليك اساسا بس انت بالحقيقة البرج المنهار قاعد اشوف انه انت بفترة مراقبة حاليا بفترة انت ضار ودا تحاول تبين قوي يعني انت اللي يشوفك بالوجه يقول انه انت ملك العصي او ملك النار بس انت بداخلك البرج المنهار فاشوف انه انت حاليا ممكن اكشفت سر لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا او حتى اللي انفصلت عننا صار لك فترة وهذا الشي خلاك تنهد او ممكن تكون اكو اشخاص الدخلة واطراف خارجية الدخلت بالعلاقة بينها تكون وهي اللي سببت المشكلة اشوف اكو اقنعة هواية انزالت من على الوجوه وانت حاليا يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنو وانت مثلي حسك هنا قاعد تقولي هاي الورقة انه اني بعد ما حد ما راح يقدر يخدعني صارت اعرف الناس صارت اعرف كل شخص على حقيقته بعد ما انخدع بالناس لان انت هنا طالع من صدمة كلش تشويرا هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف انه ورقة التور هي ورقة مجرار كان فتسعة وتسعين بالمئة هي تتحقق هاي اولا ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بيد الانسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لان اكو بعدها وضع احسن اكو تغييرات شاملة يعني اكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي او درست كان لازم تاخده انت اخدته والفترة الجاية راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار او حتى الشخص اللي كشفت انت على حقيقتك كان لازم يصير رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشي ينكشف وراح يكون لصالحك اما بالنسبة طاقة الشخص نفسه قاعد اشوف انه هذا الشخص عده مشاعر التجاهك هو اكو حب بيناتكم والحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شوية من التواصل بس راح ياخد القرار انه هو يرجع يعني هو مراقبك من بعيد حاليا مراقبك ويحلم بيك حتى او انت ممكن قاعد تحلم بي اكو تواصل روحي بينما تكون جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه انت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنان هو دا يحاول انه يعتذر هو جاي واقف منتظر اشارة منك منتظر خطوة البعض منعدكم هذا شخص ممكن يكون من الماضي انت منفصل عنه سابقا وهو هسد يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس انت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة او انه هذا شخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية هسبب انه طاقتك وطاقة الشريك خلي انفصل الوضع العاطفي اكثر طبعا اشوف انه مثل ما قلت لك انت عندك نوع ما ملل انت العلاقة هذي ممكن كان بها تلاعب لان هنان عندي ورقة طلعت لنفس هي ورقة الساحر يعني هنان شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحت ها اني على نفس الورقة طلعت الورقة نفس افدت قولي انه اني بنفس المعنى طلع ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوع ما تلاعب بالعلاقة وانت كشفت هذا التلاعب ممكن تكون الاغلبية منعدكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة اخلاص او وفا بصور عام فاللي اشوف انه اتعرضت انت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص غداع او حتى البعض منعدكم متعرض الخيانة خاصة اذا كان هذا شخص من برج الجوزاء او برج السرطان والاقرب هنا عندي برج الثور حتى ما انسى الابراج برج الحوت ايضا موجود هنا اكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مارتيين والاسد فاللي قاعد اشوف انه هذا شخص مثل ما قلت لك هو تجرح اللي هذا شخص سبب لك انت ما اخذ رست انت الطاقة العام اليك اشوف اكو تباعد انت حاليا مون غلق على نفسك قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بها سابقا وانت فعلا محتاج هذا الرست انا هسا ما اقول لك اخذ خطوة انه انت ترجع لهذا شخص لان انت محتاج رست انت فعلا محتاج رست محتاج تستعيد توازنك لان اشوف توازنك تقريبا مختل انت هاي العلاقة سابقا ممكن شنت هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعيد هاي العلاقة او ترجع تشتغل على هاي العلاقة اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا شخص تماما تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة لانه هنا عندك ورقة تدت موجودة فانت تحس انه انت محتاج تغيير جذري تحس المشاعر اللي بينكم وان كانت موجودة عندك ولا اشوف انه او حتى تجاه العلاقات بصورة عامة انت مو عاطفي يعني تحاول تفكر بعقلك وهذا الشي مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد انه يبدو الاقصى مجهود في سبيل انه يرجع العلاقة اللي بين اتكم لانه هذا الشخص من بعد ما انت مثل ما قلت لك بعد حس انه خسارك تماما حس بقيمتك اكو ناس ما تحس بقيمة الشي اللي موجود عدها الا اذا فقدته فانت ظاهر يعني قطعت تمام الويام وقطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهس دا يحاول انه يرجع العلاقة هو مستعد انه يبدو الاقصى مجهود هنا ورقة زشار يتأيضا برج السرطان طلعت نمرتين فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا راح يبدو الاقصى مجهود بدأ يفكر انه يبدو الاقصى مجهود في سبيل انه ينسيك الشي اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتوية بس نفس الوقت قاعد اشوف عنده نوعا ما التسرع هو متسرع شوية بتصرف ممكن عصبي زيادة عن اللزوم وممكن اخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بنا صار اكو تجريح بالكلام لانه هنا قاعد اشوفك انه طاقة الانفجار موجودة انه هاي الطاقة ما تجي الا اذا اكو شيء صار مو صدمة عادية اكو صدمة كبيرة صارت فممكن نكون هذا الشخص على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب اذا تتعامل ويشخص من البرج العقرب ايضا فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا شخص انفجر او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام بيناتكم التواصل مشان بناء بينكم اخر تواصل فالهالسبب هو يحاول انه يعتذر عن الكلام اللي قال اللي انحس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد عموما انا اشوف انهما راح يبذل مجهود البعض من عندكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقول لك انه احنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي نرسم العلاقة نحاول انه نرسم علاقتنا او حتى انه نقوي العلاقة اللي موجودة بس انت قاعد اشوف انت تحس بملل انت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوع بحياتك حاليا او ممكن نقول انت مرافض وانما محبط فما تريد تنطي اجابة حاليا لها سبب انت منعزل ما تريد انه هو شون تقول انه كون انتهى تماما بس نفس الواقع ما تنطي امل بالرجوع ثم خلي مثل اللي متعلق لهو طايل السماء ولا هو طايل قا وهو يستاهل على فكرة ما دام مزالك فالمهم يعني اللي اشوف انه هذا شخص راح يرجع الناس اللي منتظر رجوع من شخص من الماضي من برج السرطان او برج العقرب